صاحب توركم جيتكم اليوم بتدبيرها بنتها روعة تدبيرتنا لنهار اليوم كانت دجاج مطور و محمر في الفرن نروح لطريق التحذير بسم الله نحتاجه قطع من الدجاج بصل مرعبي ثوم مرعبي شوية طموصة براء زيت زيتون ليمون نحتاجه فلفل اسود راس الحانود شوية عكري شوية كركم زنجبيل بودر شوية كمون نحلط المكونات تعنا مليح و نضيفه عليهم ثوم مقطع رقيق بعد ما نحلطوا المكونات تعنا مليح نضيفه زيت نباتي و نحلطه و نضيفه لهم كمية صغيرة من الماء و نحلطه و نخلو الجاج داعنا يدخل في الخليط اللي كلنا حاضرناه له بعد ما يبقى الجاج داعنا في الخليط مدة نصف ساعة نجيبه بابي آلمنيوم نحطه قطع الدجاج نحطه معها شوية من الخليط نكفره بياه و نحطه في الكسكس يفور و هنا نكونو خلينا شوية من الخليط بعد ما يفور الجاج داعنا يطيب لنا نحليوه يفور تقريبا ساعة و نص ولا ساعتين بعد ما يفور و يطيب لنا نحطه في المول نحطه بقية الخليط نحطه شوية زيت ولا شوية زبدة ندخله للفرن نخليوه لنيا حمار و هنا قبل ما ندخلوا الدجاج للفرن رح نلقو في البابي آلمنيوم لصاص نكونو نفرقوه لصاصة كما نحطوشو في المول و ندخله معه للفرن رح نحطوا لصاص لول في المول و ندخله معه للفرن لكن لصاص لي يخرج لنا من الدجاج بعد ما يفور نعيلوه واحدو بعد ما يتحمر لنا الدجاج نحطوا بطاطا كنا قليناها ولا تحبي تستعملي روز تستعملي نحطوا رصاص اللي كان خرج لنا من الدجاج في البابي آلمنيوم و نحطوا الدجاج داعنا لمحمر و هنا يكون طبقة نحضر ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسوناش في اللي جيم لي كومنتر ابوني القناة ما تنسوش تبرتاجوا رابط القناة لصحاباتكم و احباباتكم باحتكبر لمتنا لعندو اي استفسار يخليه لنا في كومنتر لعندو وصفة حابنا نحضرو هالو يخليها لنا في كومنتر ما تنسوناش في ابوني للقناة بونا بيتي وسلام ترجمة نانسي قنقر